بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مودا رمضان خلاص احنا في الخواتيم والخواتيم دايما بتتملي بركاته نور وبيبقى فيها الفضل كتير وربنا سبحانه وتعالى بينشر فيها السرور رحلتنا مع القرآن الكريم خلاص احنا في الملف الأخير اللي احنا قررنا نمشي فيه مع القرآن الكريم في شهر رمضان السنة دي في بلنامج ولا تعسره واحنا بنعيش مع القرآن معنا من أجل المعاني ومعنا احنا عايزين ننكرسه في حياتنا ونعيشه مع بعض وهو معنا القرآن يبنيني فبنانا القرآن في خمس ملفات واحنا في الملف السادس والأخير وهو ملف السعادة وبدأنا الكلام في الحلقات اللي فاتت عن مجال السعادة وقلنا ان السعادة مش فكرة ومش لحظة السعادة حقيقة بنعيشها فالسعادة حياة وبندقها كمان بندق السعادة دي واحنا بنسير في الطريق يعني السعادة منثورة والسعادة منشورة الله سبحانه وتعالى نثرها ونشرها في كل الحياة فبنشوفها في عرض الحياة وفي عمق الحياة ولكن وإحنا في الطريق أوقات منمشي بحمول من الهموم على كتفنا هموم إننا نوصل لمردنا ونحقق أمانينا عشان نحس بالسعادة النهاردة بقى نتكلم عن معنى مهم جدا جدا إن المعاني ذوق السعادة عشان نقدر نعيشها وهي حقيقة حقيقة من حقيقة السعادة لنعيشها من خلال سورة الطلاق في الآية اثنين وثلاثة الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله باله وأمره قد جعل الله لكل شيء قدر يبقى إلا حاصل الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء قدر يعني إيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى جعل السعادة بصمة حياتية والله سبحانه وتعالى جعل السعادة لها سنة غريبة لازم نفهمها عدم فهم هذه السنة في السعادة تجعلنا لا نذوق حلوة السعادة فالآية بتكلمنا وبتعلمنا حقيقة عن السعادة وهي أن السعى والسعادة هي هيبة ربانية فهي لا تصنع محدش محدش يتصدم أنا عارف أن أكثر الكلام اللي بيقولوا الناس لبقتي تعالى نصنع سعادتنا لا السعادة لا تصنع ولكن يتعرض لها ألا إن لله في أيام ده لكم لنفحات ألا فتعرضوا لها يبقى السعادة يتعرض لها بنتعرض لها بإيه؟ بالتقوى اذكروا قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجة وكمان الواحد ممكن يتعرض لها بالتقوى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وكأن الآية بتلخص لنا وبتخلصنا من عائق كبير جوانا بيعقنا عن العيش بالسعادة وعن ذوق السعادة ايه هو ده؟ هو وهم صناعة السعادة احنا في السنوات الأخيرة مرت علينا علوم كتيرة أو كلام كتير بيخلينا نحس إن احنا بنصنع فلما نحس إن احنا بنصنع حياتنا فلما نلاقي ما بنحصلش حاجة نكتئب ونحزن وننفصل عن مصدر الحقيقي للسعادة ناس كتير بتفهم إن السعادة هم اللي بيصنعوها بإيديهم فبيكرسوا أوقاتهم ومواردهم للأمال ويحاولوا بقدر الإمكان إن هو يحاولوا يصنعوا السعادة العجيب إن هم لما بيحققوا الأمال وبينجحوا لدرجة إن بعض الناس ما بتحس ما بتسعدش لدرجة إن بعضهم بيصموا الاكتئاب ما بعد النجاح ففيه حاجة بقى اسمه اكتئاب ما بعد النجاح إيه ده مش مفروض إن أنا بعد ما نجح وبعد ما أصنع سعدتي عن طريق النجاح أنا أبقى سعيد إيه اللي يخليني يكتئب عشان السعادة يا سادة هبى من رب الخليق هبى منه سبحانه وتعالى ما فيش إنسان بيقدر يصنع السعادة يا ما شفنا في حياتنا ناس حياتهم بسيطة ناس حياتهم بسيطة لكنهم سعدة هم يعرفوش مصطلح إنهم ما يقدروا يصنعوا السعادة ده وعشان كده الله سبحانه وتعالى يقول وأما الذين سعدوا مين لأسعدهم يا رب الله والله سبحانه وتعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه وخير مما يجمعون تب ده يعمل فينا إيه ده يعمل فينا راحة ويخلينا نهتم بإتقان الأعمال والعيش في جنبات الحياة من غير ما نخاف لإن ربنا أصلاً يحب أن يسعدنا فيبقى اللي فضلنا إيه هو أن نتعرض إلى السعادة فالسعادة شراب نحن لابد أن ننظف الكأس ننظف حياتنا وننظف قلوبنا عشان نقدر نتلقى السعادة أما وهم بقى صناعة السعادة فهو من أكتر الأشياء اللي بتعطل قدرات الإنسان وبتخليه بيفرد في الاستهلاك تخيل أعود أستهلك الموارد استهلك الموارد لأعايز أصنع السعادة وكمان بتربي الإنسان بتربيه على صفة تفسد التعرض للسعادة وهي صفة لإيه التعقيد يفضل يعقد الأمور يعقد الأمور لأنه هو بفكر أنه كده بيعمل إيه أنه لما يعقد الأمور ويدخم المشاكل أنه كده بيقدر يدخل لمنافذ ممكن يلاقي السعادة بداخلها ومع أن الحقيقة يعني لأن ربنا سبحانه وتعالى قرب إلينا السعادة ولأن ربنا قريب مننا ولأن أي حضرة تكون حضرة مولانا يكون فيها السعادة نكتشف حاجة مهمة جدا جدا لما نعرف أن نحن بنتعرض للسعادة أن السعادة بتحب البساطة وأن البساطة بساطة لكي نستطيع أن نلقى السعادة فتكون البساطة أهم صفة وقيمة بتساعدنا على التعرض للسعادة هو أننا نكون من أهل البساطة فمن عاش بسيطا وجد مستقبله مفروشا بالراحة والطمأنينة والرضا ليه كده؟ لأن البساطة في الحقيقة بتخليك تكتشف أن أنت مش محتاج تهلك نفسك لتصنع السعادة أنت محتاج أن أنت بإتقانك للعمل تسعد بإتقانك للعمل وتسعد بنظر الله إليك وعشان تتعود على التعرض للسعادة لازم تتعود على حاجة اسمها التفكير بالنعمة أنك تفكر بنعمة الله والتفكير بالنعمة أنك تفكر دايما بالحلول ما تفكرش بالمشكلات مش إن الحياة مش تنفع من غير أنك أنت تتعرض للمشكلات لا تفكر بنعمة الله سبحانه وتعالى فتلاقي الحياة واسعة ليه تلاقي الحياة واسعة؟ لأن اللي بيفكر بنعمة الله وبيفكر بمدد الله هيحس بإيه؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فالدنيا واسعة لازم نرب نفسنا وأولادنا على معيار السعادة معيار السعادة ده مش إن إحنا دايما بالكم ولا بتحقيق الأماني معيار السعادة تلت حاجات شرح الصدر وراحت البال وجمال الحال شرح الصدر وراحت البال وجمال الحال هي دي السعادة بكل بساطة إن الواحد يكون مرتاح البال وكمان صدره منشرح ومليان نور وحاله جميل التلاتة دولة هم دولة مسلس السعادة ونعلم نفسنا وأولادنا إن التعرض للسعادة فيه تلت أبواب زي التلت زي التلت معاني دي اللي منشرح الصدر وراحت البال وجمال الحال فيه تلت أبواب وندخل بيهم على السعادة أول باب وده باب كبير وعظيم قوي اللي هو باب الرضا والتسليم فإحنا مش هنقدر نسعد وإحنا بنعيش حياة بالمقارنة بيننا وبين الآخرين أو حياة فيها سخط أو في حياة فيها زهق وكراهية لا لن نستطيع أن نحنا ندخل للسعادة إلا بالرضا والتسليم ودايما أقول مراضي وسلم ماذا جاءته السعادة بكل حبو ترجو أن تتعلم السعادة تتعلم منه هو فهو لازم يمشي للسعادة لازم يمشي للسعادة بالرضا يفتح أبواب الرضا فيجل يجد السعادة في كل شيء إن الراضي يسعد حتى بأنفاسه الباب التاني اللي ندخل بيه على السعادة التأمل في نعم الله في حياتنا فإذا لم نتأمل في نعم الله لن نصل إلى السعادة لأن السعادة حوالينا في كل شيء إذا إحنا عايزين نوصل للسعادة لازم نتأمل كل شيء أنا أجد السعادة موجودة في كل شيء موجودة في صوت الماء في صوت الكروان في كل حاجة أعتقد السعادة موجودة في إنك أنت عندك ابن بإنك أنت تستطيع أن أنت تتكلم مع حد أعتقد من يسمع صوتك أعتقد خلوة مع الله سبحانه وتعالى كل ده سعادة الباب التالت بقى اللي احنا ممكن بيه مع الرضا مع الرضا والتسليم والباب التالي اللي هو التأمل في نعم الله إننا نعرف إن السعادة وسيلة وليست غاية وبعدين بقى إنت جاي في الحلقة دي كل اللي بنيبنيه من أمجاد تبقى وظهننا في الكلام عن السعادة آه السعادة وسيلة وليست غاية فإذا جعلناها غاية نلاقيها بتخلص وبتنتهي ولكن لما نجعل السعادة وسيلة عشان نعرف ود الله وعطاء الله وكرم الله ونعرف إن السعادة يمكن أنها يمكن لا تنقطع إمتى لا تنقطع ما دمت في حضرة الله لأنه ما كان لله دام واتصل لازم تعرف إن السعادة كده وعشان تقدر تعرف إن السعادة كده السعادة دي يا سيدة ممكن السعادة تستطيع إن أنت تكون سعيد على الدوام متى؟ لما تعرف إن أنت في حضرة الملك العلا هنا يبقى السعادة ربنا جعلها عشان تشرح الصدر عشان تعيش بالقيم وتتعرض للسعادة وتعيش في أمان الله وفي فضل وكرم السعادة يا سيدي كلام عنا ما بتنتهيش بس الأصل في التعامل مع السعادة إن السعادة رزق لازم نتعرف ليه ولازم ناخد بأسبابه عشان قلوبنا تتسع وتتنور بنعمة ربنا اللي هي نعمة إن شراح الصدر ونعمة كمان راحة البال ونعمة كمان جمال الحال التلاتة دول هم واسمهم السعادة وكلهم أرزاء عايز تكون من أهل رزق السعادة تعرض للسعادة واخد بأسبابها ونعرف إزاي نتعرض للسعادة وناخد بأسبابها وكمان نتلقى أسئلتكم مباركة ولكن ده بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة وبتفضل جسر منور يوصلنا بمجالس العلم ويفضل ذكر الله سبحانه وتعالى يحيط بينا ويفضل كمان التواصل معاكم اللي بيخلينا نفضل في محل النظر الله سبحانه وتعالى ويذكر أسماءنا في الملأ الأعلى يا رب العالمين اجعلنا دايما من أهل الذكر ومن أهل مجالس العلم وإحنا كنا بنتكلم النهاردة عن حقيقة من حقائق السعادة قد تكون عند البعض هم مش عايزين يعتقدوها أو مش عايزين يعيشوها إيه الحقيقة دي؟ إن السعادة حقيقة نعم وإن هي في الطريق وفي التفاصيل وفي عمق الأشياء بس كمان إن السعادة بتكون بالتعرض إن أنت تتعرض لها تاخد بأسبابها بس مش معنى التعرض إن أنت بتصنعها وعشان كده إحنا قلنا إن فيه ثلاث أبواب بنوصل بهم للسعادة الباب الأولاني هو باب الرضا والتسليم الباب الرضا والتسليم ده باب مهم جدا 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 عشان نوصل بيه للسعادة وعشان نقدر نعيش السعادة ونتعود عليها محتاجين شوية إجراءات كده نعملهم عشان نعيش مع السعادة وخاصة وإحنا قلنا إن من أوسع أبواب السعادة ومن الحاجات اللي تخلينا نقدر نعيش السعادة والسعادة كدنا وإحنا مرتحين مش وإحنا وإحنا هلكين نفسنا وإحنا حسين بالضغوط عمر ما السعادة بتيجي مع الضغوط وده مش هيحصر غير لما نقوم بأقصى درجات العمل وبإتقان العمل ولكن ببساطة وعشان كده أول إجراء خليك بسيط لما تلاقي الدنيا بتتعقد عليك اعمل أبسط حاجة تخليك سعيد اعمل أبسط حاجة تخليك حاسس بإن الدنيا وسعة وإن الحياة نعمة وإن الدنيا مازال فيها رحمة وخير وجمال اوعى تعمل حاجة وإنت حاسس إن الدنيا مفهاش خير وإن الدنيا خلاص بقت كلها عبارة عن غابة لا لما الدنيا تتعقد عليك اعمل الحاجة اللي تخليك تحس إن الدنيا فيها وسع وفيها خير ورحمة وجمال تاني حاجة اسمع كتير وقلل من كلامك لما تسمع كتير وتقلل من الكلام سبحان الله يزيد فيك النور ليه بقى حضرت النبي قال إذا رأيتم الرجل يطيل الصمت فعلموا أنه يلقن الحكمة اعرف أن أنت الصمت ده بيخليك أكتر أريح مرتاح البال أكثر من الكلام تالت حاجة دون كل يوم حاجة جديدة اتعلمتها في يومك وفكر إزاي عتعمل تستثمرها في إيه وإزاي ممكن تكون سبب للسعى والسعادة في حياتك لقلبك والقلب اللي حواليك التلات إجراءات دولة هيفتحوا عليك أبواب كتير من أبواب السعادة ويخلوك تتعرض للسعادة وكمان مش بس ترى إن السعادة نعمة لا ترى السعادة نعمة وزيادة زيادة من حب الله وزيادة من فضل الله تعالوا ناخد أول اتصال معنا مع السيدة أممونا أيها السلام عليكم إزاي حضرتك يا فن كنت أحادك تابي فندم نعم وفضل الحمد لله جزاك لكل خلال حلقات دي بصحة مولانا حدك يعني غيرتوا في تفكير واحد كتير ووضحنا هنا تضحك علينا وضعتنا بشرية قوي يعني فجزاك لكل خلالك وضعتنا لبعاني جيدة يعني بس عشان بس الناس ما يزعروش أنا أصد ومش أصد يعني بس هو ده حيي يعني وده حقيقي حقيقي ليه بقى لأن في الحقيقة فيه أشياء كتيرة خلت الإنسان يعيش معه بعيد عن مولاه يعني يعيش معه هو مع الإيجو مع الناس ويفضل هو حاسس بأنه هو هيقدر يرسل بلا حوله ولا قوة إلا بلاه إحنا سيبنا يعني أقول للناس أنا دايما أقول للناس أنتوا جربتوا ده وما جابش نتيجة إحنا بنوكم خدوا بالأسباب ونخليكم من أهل الإحسان بس مش ممكن تستقل عن الله فيه ناس كتيرة قررت أن هي تستقل عن الله بيه علوم كتيرة وبكلام كتير بس كانت النتيجة أن الناس زادت فيهم الإحباط وزادت فيهم التشكك وزادت فيهم مظلومية وزادت فيهم الواجع فإحنا قررنا أن إحنا مش هنعمل كده قررنا أن القرآن قررنا أن القرآن إيه يبنينا وعشان كده وصلنا للنتيجة دي معلش أخدت الكلام من حضرتك أنا بس كنت أسأل حضرتك في المشكلة شخصية في نفس النقطة ديات دلوقتي مويننا إحنا في العاشق أواخرنا نفسي ربنا يلزوني بالعفو إن أنا أعفو عن الناس عشان أباني يعفو عني بإذن الله تعالي يا رب طب يا مويننا دلوقتي فيه صعوبة عند الواحد إزاي الواحد يعفو عن حدي بيأزيه بشكل مستمر مستمر في الأزية مش بيبطلها وكل ما تعفو عنه يأزيك تاني كل ما تعفو عنه يأزيك تاني النفس مش يعني أعرف أقول لك ثلاث إجراءات لطيفة في الحتة دي يا ريت أول إجراء لما حد يكون متعود إن هو يأزيك وهو قريب منك وإنت حاسس إن إيه ده اتعود إن أنت تعمل حاجتين أول حاجة زي محضة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه هي اجعل الناس دي بتأزي الصورة الوحشة عنك اللي هم عندهم عندهم رحضت النبي صلى الله عليه وسلم لما جم قالوا له الناس دي بتسبك فقال إنهم يدعون مزمما ولست مزمما ولست مزمما ولكني محمد فأنت لو عملت الإجراء ده مع نفسك إن هم بيحاولوا يأزوا الصورة السيئة اللي عنك عندهم هتقدري الوجع اللي عندك ده لإن أنت إيه اللي بيخليك الأزى ده يزداد وجع عندك إن أنت حاسة إن أنت ما تستحقش ده معقولة إنسان المحترم يعمل كده هم مش أنا آسف يعني ما بيبقاش إنسان هو بيأزي إنسان هو شايفه محترم ولكن هو شايفه إن هو بيأزيه فبيردوله الأزية بالأزية فبعض الأحيان لما بنشوف ده ساعات كتيرة فيه حاجات كتيرة بتتفك بيننا وبين الناس هدي أول إجراء الإجراء الثاني ليس معنى إن الشخص يسامح إنه وترجع علاقته بالناس اللي يسامحهم زي الأول في فرق كبير جدا 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 من عظم المحبة والمسامحة أنا ممكن أسامح واحد وهو بالنسبة لي شخص زي بقية الناس بس أنا مسامحه ويبقى دواتي هديني لكن هي المشكلة إن الناس بتربط من بين المسامحة وإن أنا أرجع أثق في الإنسان ده وأحبه وأجعله كما كان عندي قبل مثلا غدرتي قبل ما يخدر بي أو يأزين لا أنا أسامحه بس مش معنى إن أنا أسامحه إن أرجع أنخدع فيه مرة تانية وأنا عارف إن هو إنسان بيعملش سوء الحاجة التالتة والمهمة إن أنا أفصل ما بين أزية الناس والناس يعني أخلي ده شيء مؤقت وأعتقد إن ده هيتغير لأن في بعض الأحيان أحد مصايب الناس إن أنا باعتبر إن الأزية وفعل الناس ده مش هيتغير أبدا فإيه اللي بيحصل فأنا اللي بيكون بأكد إنه مش هيتغير أبدا فالتالت حاجات دولة لو حصلوا هيفرقوا كتير إنت بتريد أن تبقى أعمل إيه بقى على طول كان في حد سب حد فقال له أنت تستحق هذا قال أنت حر في حسناتك لك أن تهبني إيها ولك أنت متنع عن ذلك فنعمل إيه بقى فبالبساطة خالص 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 إذا كان ده حد قريب مني وحد بعشره على طول أنا في الحقيقة محتاج شوية حاجات لو كان قريب لو كان زوج لو كان ابن أو حاجة إحنا محتاجين نسأل خبير بقى إن إزاي نغير السورة اللي عنده دي وإزاي أنا أقدر أدير المسألة دي لأن خلاص بقى فيه جزء جزء يتعلق بالإدارة إحنا ممكن ندير العلاقة كده يعني إيه اللي حاصل قد يكون في الحقيقة إن فيه سوق تواصل بيننا طول الوقت في فهم خطأ طول الوقت فإحنا محتاجين إن إحنا نعمل إيه نجلس ونتكلم مع الخبير عشان نقدر نعالج ده يبقى الثلاثة إجراءات اللي قلت قال حضرتك وكمان سؤال الخبير مهم جدا جدا وإزاي بس السؤال الخبير يكون فيه تفاصيل عشان يقدر يضع الحل المناسب ليه هذا الوضع اللي إحنا فيه ده الوقت الحاجة المشريف تتفضل حاجة المشريف السلام عليكم يا شخصنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فن أنا في الحقيقة أنا جوزي متوفي من عشرين سنة الله يرحمه ويجعله إن شاء الله في فسحة الجنات وبعدين ابن الكبير توفى شهر ستة السنة اللي فاتت نعم أنا راضية وما بعترضش على قضاء ربنا عز وجل بس من وقت للتاني بحس إن أنا بكلم ربنا وأقول له إشمعنا أنا اللي جوزي مات إشمعنا أنا اللي بدي مات بزعل بزعل من نفسي قوي لإن أنا بصلي وبصوم وبعمل يعني ما بعملش حاجة وحشة فمش عارف يا شيخنا أعمل إيه؟ أنا تعبانة قوي 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 مش قادرة أستوعب موت ابني مش قادرة أصدق لحد خليني أقول لحضرتك حاجة مشريفة حاجة مهمة جدا 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 الناس في الحياة جايين عشان يقوموا بأدوار في حياتنا فالناس في حياتنا أسباب وسائل عشان نقترب من الله فما ينفعش إن واحد قام بدوره أخليه أصبح لشيء بالعكس أنا عايزك تتمسكي بحبك لابنك وعايزك تتمسكي بحبك لزوج حضرتك وأنا يعني ممتن جدا جدا لوفائك لزوجك اللي توفى من عشرين سنة وأنت على حبك لي وعلى وفائك لي فنعمل إيه لازم لما أحبابنا ينتقلوا إلى حياة أخرى ويختلف وجودهم في حياتنا لأنهم مرحوش للعدم بالمناسبة يعني ابني حضرتك مرحش للعدم ده هو في حياة أخرى وفي علاقة بيننا وبينه ممكن تعطيله الهدايا وممكن دعائك يوصله وممكن كمان هو ربنا سبحانه وتعالى يكتب له إنه يدعو لك في قبري فإذا كل الحياة دي موجودة فإحنا اللي فرق بس مسافة وكأنه سافر سافر لما كان إحنا نرحل إليه بس هو ما رحش للعدم أنا بقول لحضرتك كده ليه عشان تعالي بقى نقول بقى إيه الوضعية اللي حصلت لابن حضرتك أنت لما ابنك بيكون صغير ولما بيتجاوز أنت بتخيري وضعيتك معاه أوه صغير بتكوني مربية ومعلمة ليه لما بيكبر بتحولي إلى مستشارة كمان أحبابنا بيتحولوا علاقتنا بيهم بتتطور لما بينتقلوا إلى الرفيخ الأعلى بيتحولوا إلى قيمة في حياتنا والقيمة مش لازم تكون ملموسة فابن حضرتك أصبح قيمة قيمة إيه؟ رقة القلب والعاطفة والجمال أصبح قيمة والقيمة دي مليأ قلبك بالنعمة الشطر بقى أننا نحول القيمة دي إلى حياة يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى هذا الشوق لابن حضرتك ممكن يتحول إلى عمل خيري هذا الشوق لابن حضرتك ممكن يتعمل إلى عمل صالح وتهب يسوابه إليه ولذلك أنت لازم تعرفي أن ابن حضرتك دلوقتي بقى أعظم مما كان في هذه الدنيا لأنه تحول إلى قيمة في قلبك اجعل ابنك دي قيمة هتفضل إمته تعلى في قلبك وهو مش في العدم ولا حاجة ده هو في حياة أخرى بيننا وبينها جسور وإن شاء الله هنلتقي عن مقريب هنلتقي عن مقريب كلنا في حضرة مولانا سبحانه وتعالى وفي رضا يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى إحنا في حياتنا اللي فضلة دي نعيش القيمة دي ونعيش أنه مش في عدم ولا حاجة وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك النعمة والفضل على صبرك إن شاء الله يا حاجة المشريف الحاجة محمد تتفضل زي حضرتك يا سيدنا الشيخ فضل ونعمة الحمد لله وسلم تطيبين وحضرك طيبة من فضلك يا شيخ نافتعي بسأل حضرتك السؤال تفضلي في الآية ربنا سبحانه وتعالى بيقول فاتخلوا الجنة داخرين ما قالش داخلين باللام فأنا عايز أفهم بس المعنى ده حاضر يعني تخلوا وأنتم موفورين وأنتم في نعمة وأنتم في سعادة وأنتم في سعة ولستم في ضيق يعني ما هو قال ادخلوا الجنة يبقى داخلين يبقى دا تكرار في القرآن لكن يدخلوا الجنة وأنتم في سعة وفي فتح وفي هعناء وفي هناء هو دوت المقصود وهو دوت اللي يخلي فيه معنى إضافي إن إحنا وإحنا بندخل الجنة نخلينه وإحنا مرتحين وفي حالة سعة وفي حالة بركة هو دوت المعنى اللي لازم نفهمه نعم حاج رجب يتفضل أي حاج السلام عليكم وعليكم السلام أنا طبعا رجل متعبان فيه عندي فشل كلوي ربنا يجمع لك ما ينتمام الأجر والعافية حاج رجب والدكاترة بيقولوا أنت لازم تفتر هو أنت بتصومي حاج رجب في الحالة اللي أنت فيها دي آه أنا صمت رمضان اللي فات وصمت رمضان دا كله حل علي خطأ آه يا حاج رجب عشان ده غلط على الكلا فما تعملش كده اسمع كلام الدكاترة حاج رجب ويسمع كلام الدكاترة وبشرك ببشرة آه أن أنت يكتب لك لما تفتر وتفدي ثوابك وأنت صحيح يعني يكتب لك إن شاء الله الثواب وكأنك صحيح معافى إن شاء الله فافتر عشان صحتك عشان أنت لابد أن تحافظ على نعمة ربنا العفية اللي ربنا كتفها لك والصحة دي فأنت لازم تحافظ عليها حاج رجب فإن شاء الله افتر وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك السواب إذا كان الدكاترة قاله كده وإذا كان الوضع الصحي زي ما أنت بتقول كده في فشل كله ولأ اسمع كلام الدكاترة حاج رجب سأل حاج رجب كمان بيسأل كفرة بيبع 20 جنيه عن اليوم فيبقى 600 جنيه عن الشهر كله أو إذا ما كانش الشهر كله بنعد الأيام اللي احنا سمناها بنعد الأيام اللي احنا افترناها ونفترها ونطلع عليها الكفرة إن شاء الله هو كمان الحاج رجب بيسأل بيقوله هو فيه كفرة عشان مسمعش كلام الدكاترة لا لا بس نسمع كلام الدكات وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك الخير حاج رجب أستاذ أسماء تتفضل قالوا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أسماء تفضلي لو ساعت يا شيخنا عندي سؤالين تفضلي يا فاني كنت عايزة أسأل عن سلة الرحم أنا غزن عني عندي إخواتي يعني بس الولاد بس منهم فتقريبا يعني مثال سيء بكل الطرق فأنا مش عارفة أتقرب منهم بأي طريقة يعني وكيف أن أنا أتسئل عليهم وعايزة أعرف هنا حكم يعني حكم الدين في إيه أنا يعني مش عارفة أقرب منهم يعني كله تصرفاتهم غلط وأنا حتى جوزي مش حابب أن يبقى ليه سئلة بيهم لا خل إركاني حكاية جوزي مش حابب أن يبقى ليك سئلة بيهم دولة عن إركان دي خلينا دلوقتي في إيه خلينا دلوقتي في أن هم فعلا مضرين ليكي فعلا بيأذوكي فعلا بيتسببوا فعلا أنت مش قادرة تتواصل معهم لأن هم في الحقيقة عندهم شوية مشاكل نفترض أن ده حصل لا تقطعي رحمك لا تقطعي رحمك يعني إيه مش لازم تزول افعلي ما به تستمر العلاقة ولا تنقطع أبدا يعني إيه ولو بمكالمة تليفون ولو بزيارة كل موسم كل ده هو ده اللي ممكن يجعلك إن شاء الله من أهل سلطة الأرحام لكن ما ينفعش أن أنت تقطعيها تماما تماما إلا إذا كان في مضرة شديدة ومهلكة خلاص لأن حضرت النبي قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمة وواصلة يبقى توصل لرحمك بالقدر الذي لا يجلب عليك الضرر وأما زوج حضرتك فالمفروض بيساعد حضرتك على هذا ولكن نحط لها ضوابط إذا كان فيه ضرر بيالحق بيكي فنحط لها ضوابط أنا حاسس بس من سؤال حضرتك إن أنت موجوعة إن أنت مش قادرة تكوني سبب في هدايتهم هقولك حاجة تدوي قلبك لو سمحتي ادعي لهم في كل سجود من سجود صلاتك سدقيني لو استمرتي على أنك أنت تدعي في كل سجود في الصلوات هتلاقي إن شاء الله أثر ومجرب إن شاء الله أثر يكون في عاجل الأمر في خلال شهر وإلى شهرين إن شاء الله يكون في تحسن وإن شاء الله ربنا يصلح حالهم يا رب يا سادة السعادة ما فيش حاجة ممكن تخليك تحس بنعمة ربنا قد السعادة وما فيش حاجة تخلي نعمة ربنا حلوة قد السعادة إنك تسعد بالنعمة وإن النعمة وإن السعادة كمان تخليك تدوء النعمة الاتنين مع بعض بيخلوك تعيش حياة تانية خالص خلينا نعيش السعادة اللي من عند ربنا اللي هي مكتوب عليها وين تعودوا نعمة الله لا تحصوها وتحس السعادة اللي هي من عند ربنا تحسها إن هي مكتوب عليها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطرة على قلب بشر وتعالوا نجل يا ربنا زي ما تعودنا في العشر الأواخر ونقول يا سيدي أشهدك أنني قد طبت من أن أستجيب لنفسي الأموارة بالسوء إذا حجبت قلبي عنك فإني أعلم أنك تسمع صوتي وأعلم أنك ستعينني فيا سيدي أسألك أن تكتب لي مددا يرفع عني حجابي فلا أنشغل إلا بما بيني وبينك نقول لسيدنا ومولانا والذي يغيثنا يا سيدي أشهدك أنني قد طبت من أن أستجيب لنفسي الأموارة بالسوء إذا حجبت قلبي عنك فإني أعلم أنك تسمع صوتي وأعلم أنك ستعينني فيا سيدي أسألك أن تكتب لي مددا يرفع عني حجابي فلا أنشغل إلا بما بيني وبينك